عقدت لجنة التنفيذ توصيات مؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية عقدت اجتماعها الثاني برئاسة سعادة المحامية دلالة زايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وذلك لبحث وتطوير التشريعات الوطنية مع بداية دور الانعقاد المقبل وشارك في الاجتماع مسؤولنا من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين ومستشفى الملك حمد الجامعي وأكدت الزايد أن الاجتماع مع ممثل الجهات الرسمية يأتي في إطار حرص اللجنة على التشاور والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتوصيات التي شارك في وضعها مسؤولون ومواطنون من مختلف فئات وشرائح المجتمع وذلك خلال جلسات وورش العمل المتخصصة بمؤتمر نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية الذي عقده مجلس الشورى مطلع شهر يوليو الماضي مشيرة إلى أن هذه التوصيات تمثل طموحات شركاء مجلس الشورى من المواطنين وتطلعاتهم في تعزيز منظومة التشريعات الوطنية وبما يجعلها متوائمة مع النمو والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين وفي الوقت نفسه تحسن جودة الخدمات والإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الحقيقة الحمد لله كان في تجاوب كبير من الجهات الرسمية والحكومية التي حضروا معنا بدأنا بالأمور الممكن تطبيقها التي تحتاج فعلا لمراجعة بعض القرارات أو لاتخاذ قرارات معينة أهم ما راجعنا في هذا الجانب التي هي ذوي الاحتياجات الخاصة بالذات من من يعانون من الإعاقات الجسدية رصدنا أهم مشكلة واجههم التي كانت عند استخدامهم للممرات والمرتفعات التي تكون مخصصة لهم لعبرهم في الكراس المتحركة لدخولهم المرافق العامة المستشفيات أو المجمعات التجارية اشتكوا أنهم يتعرضون للسقوط نتيجة لضيق مساحة تلك الممرات وعدم التقييد بمساحات معينة طبعا الأخوان في وزارة البلديات أبدو تفاعلهم معنا في هذا الجانب لقاء اليوم راح يسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وخاصة اللي تقدمها التمكين تواجدنا اليوم مع الشركة من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى طبعا راح يساعدنا كثير في أن نرتقي بهذه الخدمات وأن نساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وندعم الرواد الأعمال بشكل أكثر ونشجع أيضا الابتكار ونحن نجربنا من مسجل ملك حمد تكلمنا عن حمدة الكشنوبكر لسرطان الأخولون وهي الحمدة الوطنية اللي تم افتتاحها في تراثة 11-6 تحت رسل الشيخ محمد بن عبدالله رئيس المجلس الأعلى للصحة وتكلمنا فيها عن بعض النتائج الحمدة طبعا تكلمنا فيها عن النتائج اللي تم فيها اكتشاف ست حالات سرطان عن طريق الحملات الكشنوبكر